السلام عليكم اخواتي انتمنى تكونوا بخير مرحبا بكم معي في فيديو جديد في القناة قناتي وقناتكم عالم المرأة المغربية اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد جيتكم فطائر رائعة للقوتي او لفطور الصباح سريعين في التحضير كي يجيوا قطنيين هائلين بمكونات بسيطة يمكنكم تحضرهم في وقت وجيز كي يجيوا رائعين نتمنى انكم تجربوهم تابعوني احتى الاخر لأول مرة تشوف القناة ديالي ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد وما تنسوش تشجيعاتي باللايك خليكم مع المقادر وطريقة تحضير نتمنى المقادر كنحتاج كأس عنباء ديال الفينو او دقيق الاصفر ثم كنضيفو عليه كأس عنباء ديال دقيق الابياد او الفرس سالك نخلطو الدقيق مع بعض الفينو والدقيق الفرس مع بعض جيدا كما كتشوفو كنضيفو عليهم واحد القبيصة ديال الملح ثم كنضيفو معلقة كبيرة ديال الحليب المجفف نيدو ثم نص ملعقة صغيرة من بيكن باودر او خمرة حمرة ثم ملعقة صغيرة ديال فانيلا ثم ملعقة العسل ثم ملعقة العسل بالنسبة للعسل كتضيفوه كي يجيكم حمرين يمكن لكم تضيفو السكر الى بيته حسب الاختيار وحسب الرغوة ثم كنضيفو عليهم بيضة واحدة بالنسبة للبيضة ستكون صغيرة ثم كنضيفو عليهم ملعقة كبيرة ديال الخل اللي كي يجعل فطائر طبيعين ثم كننضيفو عليهم ملعقة صغيرة ديال الخامية الكيموية او معجونة كنضيفو كأس عنبا ديال الماء دافي ثم نخلطو الكل مع بعض فكما كتشوفو ان هاد الفطائر هادو سريع في التحضير كي يوجدو تخيض غياء يوجدو بدون اختيمار فقط كنخليوهم يرتاحو فقط كنخلطو الكل مع بعض كما كتشوفو نحاوا نقرب لكم كي تشوفو كنخلطو الكل مع بعض باش العناصر يتخلطو مع بادياتهم هاد الفطائر هادو كي يجيوا رائعين يمكن لكم اضيفو عواد كأس ديال الفينو يمكن لكم اضيفو كأس ديال السميدة كيف ما بغيتو فانا كيعجبوني صار حبل فينو كي يجيوا خفافين كي يجيوا ورطبين بزاف بزاف كنخلطو الكل مع بعض جيدا كما كتشوفو ثم كنضيفو كأس عنبا اخر ديال الماء دافئ بالنسبة للماء مخصوش يكونوا سخونين يخصوهم يكونوا دافين يعني دافين شوية ام ميلين شوية البرودة على حسب عندنا بيضاء باش مطيبش لينا سوف نخلطو الكل مع بعض جيدا كما كتشوفو كنحاولو اننا منخليو شكلو حبيبات الخاليط جيدا ثم سوف نحاولو نطحنو بالطراب اليدوي او المكسور كنخلطو جيدا جيدا نحاولو نطحنو جيدا ممكن لكم ستعملو الخلاط الكهربائي المهم كيف ما بغيتو هو الاساس انه خس الفينو يتطحن مزيان مزيان باش يجي القوام ديال الخاليط يجي رطب جدا جدا كتخلطو جيدا يعني كتتحنو واحد المدة اللي هي كتير شوية على ما كتحسو بالخاليط ديالكم انه رطاب وتحسو بان الفينو او تسميدة تخلط مزيان مزيان وتتحن هاد الفتائر هادو رائعين بمذاق رائع جدا جدا يمكن لكم توجدوهم في وقت وجيز يعني ضغيق يوجدو صراحة هكذا للقوتي او الفطور في الصباح كيف ما بغيتو فسريعا في التحضير هادو هو الاساس كما كتشوفوا القوام ديال الخاليط ديالنا إلا بغيتو تضعفوا الكمية ديال الخاليط فلكم نختياف ذلك حسب افراد العائلة نخلطو الكل مع بعض جيدا بها الطريقة هذي يمكن لكم انكم تجربوهم وتخليوا لي اراء ديالكم في التعليق اكيد غديعجبوكم فانهم فطائر رائعين تلحة وضغيق يوجدو والمذاق لا يقاوم كما كتشوفو يعني ضروري كي يخصكم تحنوه مزيان مزيان هذا هو السير نجاح هذا الفطائر يعني تحنوه مزيان مزيان كي يكون الخليط هو رطب جدا جدا كما كتشوفو القوام الخليط هو هذا بعد ما تحنته فاتحنته جيدا كما تشوفو وده بغد نحاول نوضع ليه سلوفان او بلاستيك غدائي وغد نخليه فقط يرتاح لمدة ربع ساعة فقط يرتاح البنات ما تخليوش اكثر ولا اقل لانه السير فهذا الفطائر ارهادو انهم يرتاحوا كيجيوا خفافين كيجيوا رائعين وهشين من الداخل ما نقولش لكم مهم انا نخليهم يرتاحوا ربع ساعة وغادي نعاود نطلقه معاكم نحتاج هنا المقلال اللي تكون خاصة بالغريض بعد ما دهنته بالزبدة حيث الزبدة كيخلي الفطائر انهم يتحمروا مزيان مزيان فكي نوضع بالنسبة الكمية اللي غاتتوضعوا كتوضعوا مغرف فانا وضعت هنا مغرف ونصف ديال الخاليط باش هكي يجو غلادين شوية كيما كتشوفو فبنسبة الطريقة ديال الطهي فبحل البغريض تماما العافية مخصكمش نقصوها نهائيا باش ميجوش كارمين فغادي تخليو العافية انها متوسطة يعني ما بين مجهدة ما بين نقصة هكا باش يطيبو مزيان ويتحمروا كيما كتشوفو ما كيحتاجوش طياب بزل ثم نحاول نقلبوهم عن الوجه الاخر باش يزيدوا ويتحمروا باش دارو رقصهم يتحمروا باش يحطوا واحد الشكل اللي هو رائع وليك يتحمروا كيك الجوزوين هناك في الحطة كيما كتشوفو نحاول نحيط فطيرة الاولى ثم ندوزول فطيرة الثانية كيما كتشوفو كيما كتليكم مغرفة ونصف ديال الخاليط هكا في المقلة والعافية لا تنقصوش عليها البنات العافية قد تكون ما بينوبي سوف تديروا الكيمية الخاليط حتى تكملوا كمية الخاليط ودهنوا ودهنوا لشكل النهائي هادي هما الفطائر البنات بعد ما تحمروا اخذوا واحد اللون اللي هو ذابي كما كتشوفو ودهنتهم بالزبدة مخلطة مع العسل فكي يجو هائلين كي يجو قطنيين كما كتشوفو كي يجو هاشين هكا من الداخل بنسبة طريقة ديال الطهي كما وردت لكم كي يجو بها الفطائر ناجحين مئة بالمئة وكذلك المئة العقادية اللي يجعلوا الفطائر ديالنا كي يكونوا رطبين وكي يكونوا رائعين البنات وبالنسبة المذاق المذاق لا يقاوم كي يجو هائلنا البنات هكا تقدموهم مع العسل فما قلت لكم المذاق سوف البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى ان هذا الفطائر هذا يكون الاعجاب ديالكم وكنتمنى انكم تجربوهم اكيد غاد يعجبوكم لانهم اصلا كي يجو هائلين يمكن لكم يعني تصابوهم كغلادين على هذا الحجم هذا فانا كنبغيهم كغير قاقين سوف البنات نتمنى انكم تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليق ونتمنى انكم تجعوني بلي لايك وما تنسوش انكم تبرطجوا مع الاهل والاحباب يشتعون الفائدة وهنا غنقول لكم البنات استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة